حمد فتحي على وشق خلص الاحتراف من النادي الاهلي حسن معلوماتنا يعني بكرة وبعد هيكون موجود في قطر في الوقر في الوقر القطري وأكيد انتوا عرفتوا بهذا الأمر وأكيد فيه نسبة البيع بتتكلمهم مع النادي الاهلي ووصنين الاتفاقات لغاية دولاتي لسه مفيش كلام يعني أعتقد مجرد من الصفقة تتم أكيد بها الشؤون القانونية هتبتدي تتكلم مع النادي الاهلي يعني نسبة بس انتم تابعين أه طبعا بتابعين الحركة بتحصل أكيد ما هو يعني بصراحة أنا بس يعني الديل اللي اتعمل ده كان أعتقد أن الناس في ادارة امبي في التوقيت ده كانوا مميزين جدا في الديل ده لأنه ديل محترم في الحية يعني لو النسبة كام 20 20% 20% فأنت مستني بقى ومستني لأهلي يفوض في رقم كبير يعني يا ربنا يا كرمه يبقوه كده بخمسموة مليون ولا حاجة لو الرقم اللي جاي ده هيفيد امبي السنة الجديد يعني في الشراء اللي عابين أكيد يعني بس هو مش يبقى يعني هو نسبة متبقاش مش هتبقى كبيرة قوي لأنه أكيد هيتخصم نسبة اللي الأهلي دفعها في حمدي يعني الامبي بس في النهاية هو مبلغ هيبقى كويس ممكن يساعد يعني اشتركوا في القناة